وطبعا أنا عاوز في هاي الفترة يمكن نأخذ شوي تركيز أكتر على تقريبا يمكن أكتر عبارة مكررة في العهد الجديد عن شخصية المسيح هو ابن الإنسان هو قالها عن نفسه عدة مرات يعني ونفسه يسوع بيذكر كلمة ابن الإنسان فما هو مفهوم ابن الإنسان بحسب العهد الجديد لقب المسيح ابن الإنسان جاء في العهد الجديد جاء في الكتاب حوالي 84 مرة جاء في الأناجيل الأربعة حوالي 80 مرة فيعني رقم عظيم أكيد وراه تعليم لما أقول المسيح ابن الإنسان هو يتكلم عن إنسانيته وإنسانية المسيح أرجو أمام أحباء المشاهدين يركزوا في الحتة دي المسيح ليس تعديلا للنسخة الأولى من الإنسانية فالنسخة الأولى من الإنسانية كان على رأسها آدم آدم هو الإنسان الأول فكل ذرية آدم سقطت الله ما عدلتش في الإنسانية دي فجاء المسيح تعديل لنسخة آدم لا المسيح اسمه الإنسان الثاني ولما يقول إنسان الثاني مش معناه في إنسان ثالث ورابع وخامس إنسان ثاني يعني نسخة مختلفة عن النسخة الأولى والأخير آدم الأخير كما أقول الولادة الأولى والولادة الثانية الإنسانية الأولى سقطت الله عمل نوع آخر من الإنسانية على رأسه يسوع المسيح فيسوع المسيح هو الإنسان الثاني وهو آدم الأخير رأس جنس جديد لما أقول الإنسان الثاني أو الإنسانية أو ابن الإنسان هذا تعبير يتكلم عن إنسانية المسيح إنسانية المسيح الكاملة فالمسيح كان له نسوتا كاملا نفس وروح وجسد إنسان قال عنه في فليب 2.5 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان لما جن بهذا النسوت نسوت لحم ودم لكن ما فيهوش خطيئة أكساد البشر من النسخة الأولى مملوئة بالخطيئة قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكن لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يعني ابن الإنسان ابن الإنسان بتاخذ ذهنه على طول إلى فقر المسيح لما يقول المسيح للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يستمراره لما تاخذ ذهنه إلى رفض الناس للمسيح وقتله ابن الإنسان قال جاء للك يغدم بل يغدم وليبذل نفسه فدياتا عن كثيرين تاخذ ذهنه حتى إلى مجد في المستقبل لما يقول حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء أو متجلس ابن الإنسان في متى خمسة وعشرين على كرسي مجده ويكتمع أمامه الشعوب ويميز بينها كما يميز الرعي بين الخراف والجداء لكن اسمح لأقول حاجة بقى مع كل الإشارات عن إنسانية المسيح ليه تمانين مرة في الأناجيل الأربعة في إشارات بديعة تتكلم في نفس اللفظ إنسانية المسيح ولهوت المسيح في نفس اللفظ زي إيه مثلا؟ أروح مثلا آية شرط ليها منذ قليل وهي أولى الإشارات اللي جات في العهد الأديم في دانيال سبعة دانيال سبعة بيتكلم عن ابن الإنسان الذي آتوا به إلى قديم الأيام وأعطيه سلطانا أن تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي وملكوته ما لن يزول نحن نعلم أن العبادة لله واجب العبادة هو الله ابن الإنسان تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة هذا لا يمكن أن يكون مجرد إنسان أو ابن إنسان ابن الإنسان المعبود هو الله واجب العبادة في متى 12 يعني اللي فاهم إنه ابن الإنسان دلالي مش بس على ناسوته كإنسان على فقره على طواضع على حياته اللي مر في كل مراحل البشر عطش جاء تألم إلى آخره ولكن يدلال على لهوته طبعا حتى هذا يرد على اللي بيقول أرنا أين قال المسيح أني أنا الله فاعبدونه وهو بيقول أنا ابن الإنسان كان يدلل على لهوته أنا أشرت إلى متى 12 متى 12 بيقول لهم ابن الإنسان هو رب السبت من هو رب السبت؟ ارجع لخروج 34 سبوتي تحفظون الرب يهوى يقول سبوتي تحفظون والمسيح في متى 12 يقول ابن الإنسان هو رب السبت إذن المسيح هو يهوى رب السبت هو الله رب السبت دي لهوته في متى 13 في مثل الحنطة والزوان يرسل ابن الإنسان ملائكته ابن الإنسان لديه ملائكة الملائكة ملائكة ابن الإنسان حط جنبها مزمور 103 باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي وحط الآيتين جنبهم بعض مزمور 103 ومتى 13 الملائكة ملائكة الرب في مزمور 103 وملائكة المسيح ابن الإنسان في إنجل المتى فالمسيح هو الله روح كمان بعد كده لما المسيح يقول في رؤية 22 أنا يسوع أرسلت ملاكي الملائكة بتعمين الملائكة ملائكة الله فالمسيح يرسل ملائكته لأن المسيح هو رب الملائكة في متى 9 لما المسيح قبل ما يشفي المفلوك قال له مغفورة لك خطيات فاليهود اللي وقفين جوه أنفسهم الفرسيين قالوا قد جدف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله هم الحقيقة قالوا الكلام ده مظبوط لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله كلام مظبوط لكن قد جدف لا أعيب عليكم ما جدفش لأنه هو الله كيف من له الحق أن يغفر الخطايا هو الله لأن الخطية جرم يرتكب ضد الله في اعتراف داود في مظمور 51 إليك وحدك أخطات إذا كان المسيح يقول للمفلوك مغفورة لك خطيات فالمسيح يبرهن أنني أنا الله من ارتكبت الخطية ضدي وأنا ليلحق أن أغفر لك وبرهن على أولوهيته بإقامة هذا المفلوك فكلمة ابن الإنسان جاءت كثيرا جدا تتكلم عن لهوت المسيح كما أشرت منذ قليل نقد موسيح ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي ما الذي هو في السماء him abn الإنسان إلا المسيح الله رب العرش العظيم الجالس على العرش فكل الإشارات عن ابن الإنسان تقول لنا أن المسيح ليس مجرد ابن الإنسان لكنه هو الله ذاته اشتركوا في القناة